يسعد دعواتكم بكل خير متابعي المطبخ الشامي معكم الشيف مروة فيديو لليوم كله انتعاش رح نحضر مع بعض مشروبات صحية لشهر رمضان المبارك برمضان وبعد سيام يوم طويل ما في قلز وقطيب من العصائر لحتى تنعشنا اليوم رح اقدم لكم اربع انواع من العصائر بدون ملونات غزائية ورح نتعلم كيف نقدر نخزنا او نفرزها لفترات طويلة قبل ما نبدأ فضلا منكم ما تنسوا الضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو مع اصحابكم ويلا مع بعض نشوف طريقة التحضير ورح ابدأ باول نوع اللي هو عصير البردقان المنعش عندي هون 3 كيلو من البردقان اخترت هذا النوع اللي بتكون اشرته رقيقة غصلتهم بشكل كتير منيح وحطيتهم بالمصفاية حتى نشفو تماما هلا رح اصوم كل كمية البردقان اللي عندي لقسمين حتى يسهل علينا عصرون بالنسبة للعصر فيكن تستخدموا العصار الكهربائي ازم توفرة بتوفر عليكن جهد وتعب هلا رح اصرون بالعصار اليدوية بشكل كتير منيح عصير البردقان فيكن تخلطوه مع عصير الليمون او عصير الجزر حسب انتو شو بتحبوه رح اصر كليل كمية الماء للكن وهلا بدي صفيهم بشكل كتير منيح صفي حتى نتخلص من اي اشور جواتها لانه هي الاشور رح تعطي مرار للعصير وهم كتير صفي العصير بشكل منيح بالنسبة لحفظ البردقان وتخزينه لفترات طويلة ازا كنتو حابين تحتوظو فيه بالبراد فبتحطوه لكل كوب من العصير كوب من السكر اما ازا كنتو حابين تحتوظو فيه بره البراد وتعبو باناني ومصفاية متربانات فالكل كوب من العصير بتضيفو له كوب وربع من السكر انا رح احتفظ بعصير البردقان برات البرات فلذلك رح ضيف لكل كوب من العصير كوب وربع من السكر وبحرقو بشكل كتير منيح ورح ارفعوهن على النار رفعوهن على النار وبستمر بالتحريك وطريقة تغليل بردقان هي افضل وانجح طريقة حتى تحفظو فيه لفترات طويلة وما يخرب معكم العصير وضروري انشيل الطبقة اللي بتطلع على العصير اللي هي طبقة الريم حتى ما تعطي مرار او حمودة للعصير ومنشيله اول باول وبتركن يغلوه من دقتين اثلاث دقايق وبعد هيك رح تطفو النار واتركن يبردوا على جناب هيك عندي العصير بعد ما برد هل ارعبي باناني والاناني لازم تكون معقمة ونضيفة وما فيها ولا نقطص مي حتى نحافظ على العصير يضل معنا فترة طويلة وبسكر الاناني باحكام وبهيك مركز عصير البردان صار عندي جاهز رح احتفظ فيه بخزن المطباق وفيكون تحتفظو فيه لفترة طويلة هلا رح ابدأ بعصير الليمون المنعش والطيب بكل الأوقات عندي هون 2 كيلو من الليمون غسلترون اشتفتن منيح وهلا رح اقصم لقسمين لحتى اعصرن رح ياخذوا معنا شوية وقت بس رح نحصل على العصير كثير طيب ولزيز وهلا بعد ما عصرتون رح نصفيهم بشكل كثير منيح ومثل ما سبق خبرتكم بعصير البردان لازم نصفيه من الأشور اللي فيه حتى ما يعطينا مرار ويخرب العصير وهلا بدي ضيف لك الكوب من عصير الليمون كوبة من السكر طبعا مثل ما نكون شايفين السكر كميات كبيرة لأنه السكر هو بيكون المادة الحافظة للعصير ونحنا هون عم نحضر العصير المركز وبحرك الليمون مع السكر بشكل منيح ورح اتركوا ليلة كاملة مع التحريك كل فترة حتى يدوب السكر تماما كل كم ساعة بروحوا بيجي وبحرك العصير وهبق لكم ملاحظة كتير مهمة ما لازم تحطوا الليمون بوعاء ألمينوم أو ستاليس حتى ما يتفاعل مع الخموط اللي افضل تحطوه بوعاء زجاجي وبهي الطريقة بتقدروا تحتفظوا بعصير الليمون المركز لفترات طويلة تحتفظوا فيه بالفريزة وهلا رح أبيهم بأكياس نايلون ندخلهم للثلاجة وطبعا لازم نسكن الأكياس بشكل كتير منيح وهلا رح احضر معكم نوع الثالث من العصائر عندي هون كليا من الجزر غسلتهم منيح وقشرتهم وهلا رح أطوهم لمقعبات بهذا الشكل عندما انتهيت من تقطيع الجزر رح أحطهم هون بقلب الطنجرة ورح ضيف عليهم لتر من المي السخنة وكوب من السكر وبحركهم بشكل كتير منيح وهلا رح أرفعهم على النار بتركهم مدة ربع ساعة على نار متوسطة وبشير الرغويل عم تطلع على سطح الطنجرة وهلا رح أتركهم على نار متوسطة لحتى يسوا تماما وبعد هيك رح تطف النار واتركهم يبردوا على جنب بعد ما يبعد الجزر رح نزلههم بقلب الخلاط الكهربائي هو وميته ورح أخلطهم بشكل كتير منيح وهيك عصير الجزر صار جاهز عندي بهذا القوام هلا رح أطيف عليكم من عصير البردان حتى يعطيه شوية حمودة وبيعطي نكه وطعمي كتير طيبة وبهيك مركز عصير الجزر صار راهز معنا والأفضل تحتفظوا فيه بالتلاجة حتى يظل معكم وأطأطول وهلا رح أحضر معكم أفضل وأحسن طريقة لتحضير شراب تمر الهندي اللي لاغنا عنه بشهر رمضان رح فرجيكم النوعية اللي استخدمته هون استخدمت باكت وزنه 200 جرام وهلا رح أفكد تمر عن بعضه وحطه بقلب الطنجرة نبدأ أضيف عليه لترم المي السخنة وبهي الطريقة ما في داعي تنقعد تمر قبل بيوم أو لفترة طويلة بكافي تضيفوله المي السخنة وهلا برفعهن على النار ورح أتركهن مدة ساعة طبعا بهي الطريقة ما قدر نحتفظ فيه لفترة طويلة وما يتغير طعمه أبدا وهلا رح أصفي عصير التمر الهندي رح صفي على مرحلتين بالبداية رح أستخدم المصفايا وفتحاتها واسعة حتى ينزل كل الشراب وتنزل الخلاصة اللي فيه وبزيد عليهم كوب من المي وهلا رح أرجع صفي بالمصفايا النعمة بشكل كتير منيح حتى ينزل كل الشراب ويزل الخلاصة اللي فيه واخر شي بضيف عليهم كوب من السكر وفيكون زود والكمية إذا حبيته وبحركهم بشكل كتير منيح وبهيك مركز عصير التبر الهندي صار جاهز معنا وهيك العصائر اللي حضرناها صار جاهزة معنا وقت التقديم منضيف ربع الكوب من العصير ومنكسره ب 3 رباع من المي من أسهل وأنجح الطرور لتخزين العصائر الطرور اللي قدمت لكم ياه اليوم وانتو اختاروا الطريقة اللي بتناسبكم وحضروها بالبيت بالنسبة لعصير التمر الهندي راح ضيفوه نسكو من عصير التمر الهندي المركز واكسره بالمي واخر شي بنضيف عليه الماء زهر حتى يعطي الطعمة والنكهة الطيبة وهذا كان فيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتو واذا عجبكم بتمنى منكم لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتقولوه لي رأيكم تحت بالتعليقات كانت معكم الشيف مروا من المطبخ الشامي شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم